موسيقى السلام عليكم من الاخبار الملفتة اللي حصلت اليومين اللي فاتوا دول ان صحيفة نيويورك تايمز الامريكية نشر التقارير غريب جدا التقارير ده بيتكلم عن ان الدبلوماتسيين الامريكان العاملين في الصفارة الامريكية بالخرطوم اتلفوا وثائق سرية وملفات حساسة وجوازات سفر لمواطنين سودانيين قبل ما يتم اجلاءهم ويرجعوا للولايات المتحدة الامريكية طيب ايه الحكاية وليه ده حصل من الاساس خلينا نحكي بقى بالتفصيل نيويورك تايمز بتقول ان المواطنين السودانيين المتواجدين حاليا داخل السودان فقدوا جوازات سفرهم وكل الوطائق اللي بتثبت شخصيتهم وبكده اصبحوا غير قادرين على مغادرة السودان بطريقة شرعية وما فيش قدامهم غير التهريب عبر الحدود بدون اوراق ثبوتية وده علشان المجموعة دي من المواطنين السودانيين كانوا تقدموا بطلب للسفارة الامريكية في الخرطوم للخصول على التأشيرة للسفر للولايات المتحدة الامريكية لأسباب مختلفة وده طبعا كان قبل الحرب او الاحداث الحالية ولكن بعد انقلاب عصابات الدعم السريع على الجيش السوداني واندلاع الاشتباكات العنيفة ما بين الطرفين تم اجلاء الدبلوماسيين من الخرطوم كما هو معروف ومنهم طبعا العاملين بالسفارة الامريكية هناك ولكن الغريب ان الدبلوماسيين الامريكان قبل ما يهربوا اتلفوا جوازات السفر لجميع السودانيين اللي تم قبولهم لطلب التأشيرة الامريكية وده شيء غريب جدا وغير مفهوم كمان ببساطة لو انت مش عايز توافق على طلباتهم بعدما الحرب اندلعت في الخرطوم ما كنت تسيب جوازات سفارهم زي ما هي في السفارة عندك لحد ما تتحسن الاوضاع او ترجع لهم باي طريقة لكن انت ليه بتتلفها ايه هي الحكمة في تصرف زي ده على اي حال انتوا كتبلوماسيين هربتوا ورجعتوا لبلدكم لكن المواطنين السودانيين اللي انتوا اتلفتوا وطائقهم وجوازات سفارهم هم حاليا اصبحوا محبوسين داخل السودان ولو حد فيهم لقدر الله اتوفى بسبب الحرب فحيكون دموا فرقبتكم وبعد كده يرجعوا دول يكلمون عن حقوق الانسان والحريات والديموقراطية مع ان كل مرة الامريكان بيثبتوا انهم اندال ولكن ما فيش حد بيتطعد ولا بيعتبر على اي حال نيويورك تايمز قالت ان اتلاف الوثائق السرية والحساسة وجوازات السفار الخاصة بالسودانيين انتهت مساء يوم 23 ابريل 2023 وكانت بدأت قبلها بخمسة ايام ومش بس كده ده من كتر ما الوثائق دي كان عددها كبير جدا تم استخدام الات تمزيق المستندات للتخلص من كافة المعلومات السرية والحساسة اللي جمعتها السفارة الامريكية خلال عمل بيعتتها الدبلوماسية في الخرطوم سمع واحد بيقول لي طيب ما هي المعلومات دي اكيد هتكون متخزنة على اجهزة كمبيوتر اللي موجودة عندهم جوه السفارة هقول لك ايوه طبعا حصل وعلشان كده الدبلوماسيين الامريكان استخدموا المطارق الحديدية في تدمير وتكسير اجهزة الكمبيوتر وجميع الاجهزة اللوحية اللي موجودة داخل السفارة وحتى وحدات الزاكرة لكاميرات المرأبة تم تكسيرها باختصار ما فيش اي حاجة حاليا داخل مبنى السفارة الامريكية في الخرطوم بتدل على ان كان فيه هنا في يوم من الايام بعثة دبلوماسية اصلا يعني باختصار كل المعلومات الخاصة بالسفارة سواء المعلومات دي تم طبعها ورقيا او نقلها عن طريق الاجهزة اللوحية كل ده تم تدميره بالكامل وعموما المسؤولين عن السفارة الامريكية في الخرطوم صرحوا انهم عملوا كده تنفيذا للبروتوكول الامريكي المتفق عليه لجميع السفارات الامريكية في العالم وان نفس الحكاية دي بالضبط حصلت في السفارة الامريكية في كابل لما انسحب الجيش الامريكي من افغانستان وتم تدمير جميع الوثائق السرية والحساسة وجوازات السفر الخاصة بالمواطنين الافغان وتم تكسير جميع الاجهزة اللوحية داخل السفارة على اي حال في مسؤولة داخل وزارة الخارجية الامريكية صرحت لصحيفة نيويورك تايمز وطلبت عدم ذكر اسمها وقالت الاجراءات خلال مثل هذه المواقف تتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم ترك اي مستندات او مواد او معلومات يمكن ان تقع في الايد الخطأ وبالتالي قد يساء استخدامها وفي مسؤول تاني في الخارجية الامريكية برضو صرح لنفس الصحيفة وطلب برضو عدم ذكر اسمه وقال قال بقى تصريح خطير جدا عن اللي حصل في السفارة الامريكية في الخرطوم كان تصريحه الصادم ده كما يلي لقد تركنا خلفنا الكثير من الاشخاص الموالين لنا ولم نكن مخلصين لهم لكن السؤال المهم للأسف صحيفة نيويورك تايمز ما جاوبتش عليه وهو الوثائق اللي تم تدميرها دي كان فيها ايه او بمعنى تاني ايه نوعية المعلومات الخطيرة لدرجة ان الدبلوماسيين نفسهم قبل ما يمشوا من السفارة اشتغلوا على تنزيق المستندات الخاصة بيها بنفسهم وكسروا بأيديهم الأجهزة اللي عليها نفس المعلومات تفتكروا المعلومات دي ممكن تكون ايه انا من وجهة نظري ممكن تكون معلومات استخباراتية ووارد جدا تكون معلومات تمس الأمن القومي السوداني بشكل مباشر ومليون في المية السفارة الامريكية في الخرطوم عندها رجالتها داخل الخرطوم وداخل السودان كله واكيد العمل دول بعتوا تأرير امنية واقتصادية وسياسية للسفارة وخصوصا بعد سقوط نظام عمر البشير ولكن بالتأكيد حيجي يوم والصحافة العالمية حتكشف عن نوعية الوثائق اللي تم تدميرها في السفارة الامريكية في الخرطوم وانا بقى حسيب اجابة السؤال ده لحضراتكم في التعليقات من فضلكم تفتكروا ايه هي نوعية الوثائق السرية اللي الدبلوماسيين الامريكان اتلفوها داخل مقار السفارة الامريكية في الخرطوم واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته